موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة وهداية للعالمين نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا رب إذا شئت تجعل الحزن سهلا سهل لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا وأتمم لنا نورنا واخفر لنا إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ثم أما بعد أيها المشاهدون أيها المشاهدات أينما كنتم طبتم وطاب مجلسكم والسلام عليكم ورحمة الله وأنا سعيد بالالتقاء بكم من جديد لنواصل وإياكم متابعة ونتابع وإياكم شرح موطئ إمامنا مالك رحمه الله تعالى الذي جمع فيه أحاديث وأثار وكذلك دون فيه بعض رائه الفقهية التي أخذها طبعا من مدرسة أهل المدينة من الصحابة والتابعين والشيوخ الذين أخذ عنهم رحمه الله ورحمهم جميعا وجعلنا وحشرنا معنا جميعا في زمرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نواصل معكم اليوم إن شاء الله تعالى الحديث عن بقية الأحكام المتعلقة بالأضحية وقد ذكرنا في الحلقة الماضية حديث البراء بن عازب رضي الله عنه الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما يتقى من الأضحي وهذا شرط من شروط صحة الأضحي ويضاف إلى ذلك بعض الشروط الأخرى كذلك من هذه الشروط طبعا الشرط الأول النية لابد من أن يكون عنده الإنسان لأن هذه قربة وعبادة لله سبحانه وتعالى ماذا ينوي بها؟ ينوي التقربة إلى الله سبحانه وتعالى ينوي الاقتذاء بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي ضحى فهذا النية هي التي تنفع من لحم كما قال الله سبحانه وتعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم تقوى محلها القلب والنية محلها القلب إذن لا بد من أن تكون للإنسان في هذه الأضحية نية صادقة وصالحة ينوي بها التقربة إلى الله سبحانه وتعالى ينوي بها كسب الأجر والثواب لأنه من أفضل الأعمال يوم النحر إراقة الدم كما جاء في الحديث هي أفضل عمل المسلم يوم النحر حتى أن الدم لا يقع عند الله بمكان قبل أن يقع على الأرض وتأتي هذه كلها حسنات يوم القيامة نسأل الله تعالى أن يتقبل منا أما أن الإنسان لا عنده نية فقط غير ربما المبهات أو من أجل يخاف الناس اللي يهضروا عليه يقولوا كيفاش مضحاش أو من أجل فقط الأولاد يقول لك نفرحوا الأولاد إلى خير صحيح يتفرح الأولاد لكن تنوي به التقرر إلى الله سبحانه وتعالى الفرح هذا هو قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون معنى لك لا عندك أولاد مضحيش لا ضحي ولو كنت وحدك صحيح ربما ما تكلها تكمل ولكن تتصدق بها أو تفدي منها فالمهم إذا كنت قادرا يعني هذا يسن في حقك الأضحية من هو الذي قادر هو الذي عنده ما يكفيه في سنته ولا تجحف به يعني ثمن الأضحية معنى لا يؤثر على ميزانيته ميزانية العام فهذا يعني يشرع أو يجب عليه وجوب السنن أن يضحي لا يترك هذه الأضحية إذن النية أيها الإخوة والأخوات لأن الأعمال كما قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات والله سبحانه وتعالى يقول وما أمر إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين قل إن صلاتي ونسكي يعني النسك اللي هي الذبحة أو الهدي قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وما ماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ومن شروط صحة الأضحية أن تكون من الأنعام لأن هي التي ورد التضحية بها والهدي منها كما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أما ما عاد الأنعام كالطيور مثلا أو بقية الحيوانات فهذا لا يصح والأنعام هي الإبل والبقر والضأم والمعز فما عاد هذا لا يصح الأضحية بالدجاج أو بالطيور الأخرى أو بالحيوانات الأخرى معا أيضا كما قلنا الوقت يعني يشترط أن تذبح في وقتها ما هو وقت الأضحية هو بعد الانتهاء بعد انتهاء الإمام من الصلاة وأن ذبح أو نحر أضحيته بعد ما يفرغ الإمام يعني من الصلاة يزيد يذبح الأضحية تعالي أن الإمام هو الذي يبادر أولا ويستحب له أن يبرزها في المصلة أمام الناس ويضحي قدام الناس بشي يقتادوا به بشي يكون إعلان لهذه الشعيرة أمام الناس وبعد ذلك الناس يذبحون بعده فمن ذبح قبل ذلك فهي شات لحم كما قال عليه الصلاة والسلام لحم يأكله أهل البيت ولكن لا يأخذون أجر الأضحية فإذا حبي يأخذ الأجر تعالي لابد أن يكون في الوقت ووقتها بعد انتهاء الإمام من ذبحي طيب هذا إذا كان الإمام وهذا يذبح أو ينحر أما إذا كان الإمام هذا لا يذبح ولا ينحر فيكفي أنه يعني أقرب بعد ما يصلي يكفي أو أنه يتحرى إذا ما عنده إمام يتحرى أقرب إمام إليه إذا ما قدرش يكون معاه في الصلاة ومعرفش هل ذبح يتحرى الوقت الوقت الذي هو غالبا يكمل فيه الإمام الصلاة ويكمل فيه الذبي حتى فيذبح بعده يتحرى أقرب إمام إليه هذا هو والذي دل على اشتراط هذا هو ما ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى عن يحيى بن سعيد الأنصاري المعروف شيخ الإمام مالك عن بشير بضم الباء عن بشير بن يصار أن أبا بردة بن دينار الصحابي الجليل المعروف ذبح ضحيته قبل أن يذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أماره فزعم عنه فقال أو روى فروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أماره أن يعود بضحية بضحية أخرى يعني هذا كما قال بعض العلماء الضحية المعنى الأولى سمها ضحية ولكنها غير مقبولة غير مجزئة أو ضحية يعني هذا من باب التجوز لأنه ذبح عن نية عن حسن نية لكن لما ذبحها قبل الوقت فهي شات لحم فأمره أن يعيد أضحية أخرى فلو كانت مجزئة لم أمره بأن يعيد أضحية أخرى قال أبو بردة رضي الله عنه لا أجد إلا جذعا يا رسول الله الجذع هو الذي لم يتم السنة يعني ما كملش عام مازال صغير يعني قال وإن لم تجد إلا جذعا فاذبح قالوا إذا لم تجد مسنة يعني ما جاوز السنة وأكثر لهي المسنة لأن الشرط كذلك السن من شروط صحتها أن تبلغ السن أن تكون ثنيا إلا في الضأن فأجيز أن يكون من الجذع وهو ما أتم ستة أشهر فأكثر وأما البقية الأنعام فلا يجوز إلا الثني نعم الثني من المعزي ما بلغ ما أتم سنة ودخل في الثانية هذا هو الثني كذلك عندنا الثني في البقر من ثلاث ومن الإبل من خمس ثم ذكر وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عباد بن تميم أن عويمر بن أشقر ذبح ضحيته قبل أن يغدو يوم الأضحى وأنه ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره أن يعود بضحية أخرى أخرى إذن هذا من شرط صحتها وطبعا الأضحى هذه لها أداب وسنن وإحكام كثيرة جدا هناك أداب قبل الذبح وهناك أداب أثناء الذبح وهناك أداب بعد الذبح فمن الأداب الواردة في السنة يعني أنه يسن للإنسان هذا بعض العلماء يرى أنه سنة وبعضهم يرى أنه أمر مباح وهو أن لا يأخذ من شعره أو ظفره من أراد أن يضحي ودخل عليه العشر من ذي الحجة وأما أثناءها يعني فيستحب الإحسان إلى الشات في الذبح لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان في كل شيء فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبحته حتى لا يعذبها وكذلك لا يخذها بعنف عندما يجرها للذبح ولا يذبح أختها أمامها أيضا يعذبها فهذا حيوان لا يتكلم ولكنه يحس ويتألم فواجب على المسلم أن يرفق ويحسن بالحيوان حتى في حالة الذبح يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى وكذلك يسمي الله تعالى ويكبر وينوي به التقرب وعن نفسه وعن أهله هذا هو المطلوب أثناء وكذلك قبل ذلك يحسن الاختيار اختار الأفضل والأجود كما قلنا وبعدها يستحب له أن يأكل منها ويتصدق ويهدي لقوله سبحانه وتعالى فاكلوا منها وأطعموا البائس الفقير نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا ما ينفعنا في الدارين وأن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتابعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات اشتركوا في القناة